سؤال آخر السائل يقول جمعتني شراكة بمجموعة شركاء علي لهم مديونية ما فيش فلوس كاش اشتريت لهم حاوية بعملة اليورو بشروط دفع مؤجلة لم أسجد ثمنها با تمام خاصموا من مدنية وقتها ثمن هذه الحاوية أسقطوا جزء من المديونية بسعر اليورو وقتها أجلنا إنهاء الموضوع بدون إنهاء الموقف وقتها بعد فترة تم تعويم العملة المحلية وأصبحت أسجد اليورو بسعر الضعف ضابط منهم تغيير سعر اليورو وأسقط الدين بالسعر أثناء تسجد للدين حاليا واختلفنا من رأي الشرائل أقول له الأصل أن ترد الديون بأمثالها لا بقيمها الأصل أن ترد الديون بأمثالها لا بقيمها إلا إذا حدث انهيار للعملة أو نقص فاحش في قيمتها فهنا يصار إلى القيمة تعويضا لفرق التضخم وتوزيعا للآثار الكارثية لهذا الموقف على كل الجانبين لمجمع فقاء الشريعة بأمريكا قرار حول تعويض فرق التضخم في الالتزامات المؤجلة أسوق لك بنصه ومنه يعلم الجواب ماذا قال قرار المجمع الأصل أن ترد الديون بأمثالها لا بقيمها ولا اعتبار لغلاء النقد أو رخصه فلا يجوز ربطها أي كان مصدرها بمستوى الأسعار لكن انتبه التماثل الحقيقي لا يتحقق بمجرد الشكل والصورة إنما بالواقع والجوهر إن حقيقة النقود ليست الورقة التي تمثلها بل القوة الشرائية التي تتضمنها فإذا ألغيت تصبح هذه الورقة كغيرها من الأوراق العادية التي تستخدمها في الحمام مثلا إذا ألغيت العملة فإنه يصار للقيمة بلا نزاع أما إذا نهارت قيمتها أو نقصت نقصا فاحشا فالقول للقيمة قول متجه يعني له وجه دفعا للضرر وقياسا على وضع الجوائح واعتبارا بنظرية الظروف الطارع لو واحد في الالتزامات المؤجلة واحد مقاول ارتبط على توريد سلع بسعر معين وحلس انهيار فاحش للعملة يعني أصبح تنفيزه لبقية العقد هيدمره سيقضي عليه قضاءا مبرما نهائيا في هذه الحالة يدخل القاضي لكي يحدث الشيئا من التوازن في توزيع آثار هذه الكارثة غير المتوقع على الطرفين معيار النقص الفاحش معيار عرفي يصار عند التنازع إلى التحكيم أو القضاء في مسألتكم تفصيلات تحتاج إلى تحكيم محلي من جهة مخالطة لكم لكن استصحبوا قرار المجمع هذا وأنتم تطبقون هذا الكلام بارك الله فيكم ترجمة نانسي قنقر